نبدأ حالا معاكم في الزتون والزتون ده اللي بعمله لكم كل سنة بطريقة ماما فاكرين الحلقة اللي ماما جات عملت معايا الزتون هي الطريقة اللي احنا معتمدينها في البرنامج ومن بنغيرهاش ونجحة مع ناس كتيرة جدا فمشين عليها يلا بينا المخلل الزتون الاخضر التفاحي النهاردة بنخلل الزتون اخضر تفاحي وده طبعا الموسم بتاعه هتلاقون موجود في كل حتة فيلا الحقوا نفسكو السنة دي على فكرة الزتون مش احلى حاجة انا بقول بس عشان يعني الناس تبقى عارفة كيلو زتون اخضر تفاحي وفلفل احمر حاني وده طبعا الفلفل الاختياري كبايتين ونص من عصير اللمون وقشر اللمون اللمون اللي عصرناه وخدنا منه العصير بنجمع القشر بتاعه نص كبايت خل ونص لتر مية سخنة معلقة كبيرة من حبوب الكزبرة النشفة وثلاث تربع كوب من الملح وزيت وده اللي احنا محتاجينه ويلا بينا نبدأ نجهز الزتون طبعا انا عندي هنا شوية زتون كده منقعين طب الزتون ده منقع في ايه الزتون ده منقع في مية وخلق انا هعملكو نموذج مصغر يعني من اللي احنا عملناه اللي احنا عملناه ان احنا اخدنا الزتون ده معايا بقى حمدي بنشقه بنشقه يعني ايه يعني بنعمل فيه علامة اكس كده من تحت اهي شايفين علامة اكس تعالوا نشوف واحدة كمان كده هو وكده بالشكل ده حابين تكبروها وتبقى الفوق كده براحتكم مفيش مشكلة بس انا بحس ان ده بيهري الزتون خصوصا لو انا عاملة بكمية كبيرة ما بحبش اطلعها الفوق قوي بناخد الزتون بتاعنا كله نعمله بالعلامة دي كده انا بخليها وسط لا صغيرة قوي ولا كبيرة قوي كده تاخدوا بالكو بقى على قديكو ودي كده الزتون تشق طيب ايه الخطوة التانية الخطوة التانية اني حنقعه في مياه وخل ديه طريقتي فيه ناس بتقول لق مياه بس فيه ناس بتقول لق مياه وملح عادي كل الشيخ وليه طريقة وما فيش اختلفة الطرق والنتيجة واحدة كل واحد بيحب طريقته مفيش مشكلة يا جماعة مش هنختلف يعني النقع ده الغرض منه ايه الغرض منه ان احنا نشيل مرارة الزتون وعلى فكرة فيه ناس بتقول لا ده النقع ما بيشيلش المرارة وملوش اي لازمة مدارس عادي جدا مش هنختلف الزتون ده باخده احط له خل والعيار بتاعنا ان الكل لتر من الميا بنحط كباية من الخل لكل لتر من الميا كباية خل فان عشان عيار صح اهو حمشي بالكباية ده نص لتر يبقى عايزين واحدة كمان زيها اهو كده العيار بتاعي سليم الميا دي يا جماعة بنغيرها على الزتون لمدة 3 ايام بحد اقصى طيب افرد فضل مر برضو غيره تاني افرد انا بحبه مر اقل للايام مفيش مشكلة لحد ما يبقى خالي من الطعم المر لغير مقبول ويبقى عندنا كده هنا جاهز طيب تعالوا نجهز محلول التخليل هنعمل التالي هجيب حلة وفي الحلة هحط نص لتر من الميا عايزوها تدفت ايه دي الميا اقل حاجة عندي نعلي النار ونحط الملح وحبوب الكزبرة انا دلوقتي بعمل ايه بحط الزتون بضغطه كده في برطماني المعقم برطماني المعقم ده ايه يعني رحت مركز تعقيم عقمته لا خالص ولا اي حاجة جماعة يدخلته المايكروويف تلاتين ثانية يدخلته غسالة القضاء دورة سريعة بس يعدي عليه المياه السخنة للمغلية اتعقمه يا اما نزلته انا بمساكة كده في حلة مياه مغلية انتو شايفين انا تحت عملت ايه انا تحت حطت فلفل وشوية لمون وحاجي برضو على الوش احط او كام ارن فلفل واللمون برضو مهم جدا اللمون اللي حكتم بيه الوش ده هو بعون اللي اللي حيخلي الزتون بتاعي ما يعملش اي ريم خالص احكفية قوي كده فيه لمون تين والنبي ما حاسبكم وبنضغط كل ده جوه البرتمان ونعمل ايه بعد كده تمام عندنا هنا المياه اللي غلية او سخنتها مش غلية سخنت حديها بس تقليبة وهحط لها عصير اللمون وده كده محلول التخليل بتاعنا حطينا المياه او محلول التخليل اللي هو اللمون والميا والملح والكسبرة والمقادير حننزلها لكم على الشاشة تاني وبقى عندنا البرتمان الامر ده طبعا حنسيبه بقى براحته يتخلي الاهم حاجة نضغط الحاجة كويس جدا جوه البرتمان ولو غطيته الوش باللمون الكتير اللي انا حطاه ده بأكد لكم ان ما فيش اي ريم حيحصل ولا اي بوازان تقدروا تحطوا زيت بس انا عارفة اللهم الكتير